وائل إذا مو منتبه إنه خلصت الدوام فبحب قللك إنه خلصت من ربع ساعة إذا الشغل اللي بين إيديك لسه مطول لأو مروح أنا لك لا لا والله مو شغل خالص شغل لحظة بس لك هم بشو مركز كل هالقاد؟ تعي تعي شوفي مكان الشقة عدد الغرف شو هات؟ ما حضر بنا؟ لك هاي منصة عن نت لتجمع المحاميين السوريين فيك تكتب فيها معلومات بيتك في حال كان متعرض للقصف أو مصادرة أو أي شي ليصير توثيق لكل الانتهاكات اللي عم تصير على الملكيات وهيك بيقدروا بالمستقبل يطالبوا فيها أو تصير أداة ضغط على النظام عن جد عم تحكي؟ والله شي عظيم بس أول مرة بسمع أنه عم ينشغل على هيك شي والله وأنا إنه مثل هيك مبادرة مهمة المفروض نحن المتضررين أول من يعرف فيها معك حق على فكرة معرفتنا لهالمنصة رتب علينا مسؤولية كبيرة لازم نقوم فيها شو أصدك أمال؟ أصدي توعية الناس اللي ممكن ما تكون سمعان بهيك منصة مثلا أو سمعانينهم تنشين ومو عرفانين قديش مهم يتوسق الظلم والانتهاكات اللي صارت بحقهم أو بحق راديون بيوتهم إيه وأكبر مثال نحن صرنا خمس سنين خسرانين بيتنا بالقصف وهلا لسمعنا أنه منادر نسجل معلوماتها عن دجاة حقوقية وهي نحن اللي مفكرين حالنا عدراية بكل القوانين اللي عم تصدور وعم نترصد أي تطور عم يصير على أرض الواقع ها ها فما بالك بالناس اللي يخطى يقعدين بهالمخيمات أو اللي تغيبوا تغيب تام عن الوضع زبطوا أمورهم بأوروبا ونسيوا أملاكهم ممكن يكونوا عرفانين بهيك شي؟ طبعا لا معرفتهم بهيك شي ممكن يولد عندهم أمل ليحصلوا على حقوقهم بالمستقبل تماما لهيك مفروض يصير توعية للناس عن أهمية هيك شي وأهمية التوثيق وحفظ الأدلة تعرفي شغلة؟ خطر ببالي يتصل بحسام ويارا وأعزمهم لعنة شو رأيك؟ اه ايه طبعا بس شو خطر لك؟ تغير السيرة فجأة يعني لك شون سيتي إنه هني مجال شغلهم بالإغاثة فأديش عندهم معلومات عن عائلات بهالحالة ممكن يشتغلوا هالفكرة ويوزقوا أملاك هالناس من خلالها يعني بالمجمل راح يساعدونا كتير ومنتشارك سوا بالأفكار ييه والله غابت عن فكري خبروا خليون يجوا يسهروا عنا اليوم يا سلام على هالمنصة فعلا شي عظيم لك حتى إذا في عفش عم يذكرون تعرفوا دائما كنت بفكر إن الواحد معقولي ضل مثل المربوط ما يقدر يعمل شي بعد ما خسر كل شي ببلده بس هلأ عرفت إنه إذا الواحد دور وفكر فينه يعمل كتير ليحمي حقه مظبوط غير إنك بتتأكد إنه في ناس فعلا قلبة على أهل بلدها وعم تشتغل لمستقبل صح ايه والله بس يا ترى ممكن فعلا يفيد هالشي ايه طبعا بشكل عام توثيق الانتهاكات بكل الجوانب وقت النزاعات والحروب مهم كتير صحيح توثيق الجرائم ضد الإنسانية والاعتداء على الأرواح والممتلكات وغيرها كلها بتصير أدوات إدانة ومطالبة بالحقوق بالمستقبل هذا الشيء اللي للأسف غايب عنه يعني في كتير انتهاكات بالحقوق صارت وما توثقه يعني المفروض يكون في جهات معنية تختص بتوثيق كل انتهاك على حدة كلام سليم مو بس الجهاد لازم تكون موجودي ضروري تعرف الناس بهالجهاد وتوعيتهم لضروري التوثيق أي انتهاك حصل يعني كل ما زادت الناس المهتمة بالتسجيل بالمنصات سواء جرائم إنسانية أو حقوق ملكية أو تهجير قصري كل ما كان أفضل كله لازم يتوثق ويتكثف عمل المسؤولين على المنصات ويصير في عمل حقيقي على أرض الواقع بالمستقبل